اهلا وسهلا بكم انا معطل الزهاني ودي قناة كتب وسينما مسلسل من اربع حلقات بس ولكن يعني فيه فكرة قوية فيه فكرة عن الهروب من التقاليد والتزمت الديني طبعا يعني كل دين فيه التسامح وفيه التشدد وهينا بنتكلم عن اليهود المسلسل هو عن كتاب للكتبة وهو يعني قصة حقيقية وظروف هي مرت بها بالفعل ولكن طبعا مع تغيير في بعض الاحداث منطقة في بروكلين اسمها وليامس بيرج دي المنطقة يعني اصبحت معقل كده لمجموعة من اليهود المتشددين يعني هي مجموعة بتسمى دي كانت تتعاملت عنها قبل كده بالفعل فيلم ووسائقي يعني ندفليكس وكان اسمه وكان بيوريق مرضو التعليم وتزمت وتشدد في كل حاجة لموسيقا ممنوع الانترنت لأ الكتاب المقدس ما تقراهوش المرأة المرأة اللي جوازه وبس مش عارف ايه العلاقة بين الراجل ومراته بيدخل فيها اطراف متعددة يسألوا هل تمت العلاقة بنجاح مش عارف ايه دخلوا يعني فيه شؤون غيرهم بشكل مريب وبتكلموا لغة اسمها اللغة اليديشية اللي هي يعني بتغيرة طبعا عن الالماني او اللي تعتبر الماني معدل فهم المجموعة دي مركزة حاليا بشكل كبير في امريكا في بروكلين وفي اسرائيل اما الحركة نفسها كان اصلها اللي هي الهاسدك طبعا كان الاصل بتاعها يمكن في القرن السابع عشر ولكن انا بتكلم على الفترة حالية اللي المثلثة اللي بيتكلم فيها وفي منطقة معينة في بروكلين في يعني انا وجينا نشوف الشجرة فاحنا بنتكلم عن يهود في اه حاجة تحتها هنسميها هاسدك هنا بقى بنتكلم على حاجة من الهاسدك اه مجموعة اسمها ساتمر ساتمر دي كان اصل بتاعها في المجر المثلثة بيتكلم عن استر شابير وبنت يعني عندها تسعة عشر سنة وطبعا المجموعة اليهودية المتشددة المتزمدة اللي حوليها بالتقاليد اللي هي يعني رفضها وكده عايزة تهرب من المكان ده وامها بالفعل كان يعني مغضوب عليها وهربت من المجموعة دي وراحت عاشت في المانيا وكانت سابت لها ورق ورق لها يعني هتحتاجي في يوم من الايام ويعني اتبروا منها بقى الجماعة وقالوا لأ ما تجيش تاني ومش عايزين يشوفك حتى فرح بنتها المضبر او الجوازة اللي هما بيختارها لها بالعافية ممنوع الام تحضره. صعب جدا حياة بنت او ست امرأة بشكل عام في المجتمع لها سدك او يعني اليهود المتشددين دول كل حاجة انت يعني هي معمولة الى للانجياب بس زي ما تقالها الكلمة دي حتى جرحتها في اما شفناها في المشهد في المانيا. وملهاش الحق بأنها تغني او يقول لك يا مسلا صوتها لما بيعلى يصير فتنة الرجال فالمرأة ممنوع تغني او تعزف او تقرى حتى الكتابة المقدس او تعمل اي حاجة. وكمان بيبنوها حاجات غريبة يعني يعني حتى بيبنوها الانترنت يعني حتى شفنا في مشاهد في المسلسل رحلة المجموعة اللي كانت راحة او يعني زوجها وابن عمه والكلام ده اللي هما راحوا يدوروا عليها لما هربت في المانيا. وحي ماسك موبايل. والتاني مزهول بقول انت زي الحخام يعني سامح لك تخش على الانترنت انت شيء غريب جدا. رغم ان هي رحلة هروب ويعني رفض يعني هي البنت رفضت المجموعة دي. بدأت تحس بالملل. حس انها قالة لتكوين اسرة والكلام ده ومش من حقها تعمل اي حاجة. وهربت وطبعا امها كانت قبل كده برضو هربت على المانيا. ده حصل برضو قبل كده في فيلم كان برضو يعني علاقة كده بين اتنين ستات فطبعا خرجوا برضو من المجتمع اليهودي ده. ولكن لو عايز بالتفاصيل تخش في العادات وإيه اللي حرام وإيه اللي حلال وا 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 اكيد الوسائقي. لكن في المسلسل اللي شفنا بقى العادات في الافراح آآ اليهودية عاملت ازاي بيجيبولها حتى يكلمها عن الجواز وهدف من الجواز وتكوين الاسرة والكلام ده. ويعني حتى ما كانت بتتعرف على جوزها في البداية يعني بيقولها انها روحت اوروبا. ففرحت بقى حاس انها تحب يعني جوزها بقى واحد روش بقى وكده يعني. آآ قالت لو روحت عملت ايه بقى قالها روحت ازور الكبور الحخامات. قالت له يعني يعني بالزمة يعني انت سافرت السياحة ولفت اوروبا عشان تزور شوات كبور. يعني حست بالخانقة حتى في الرحلات اللي هم بيطلعوها. فاهم قتمع متزمت قوي ليهم تقليد معينة. الشعر بينزل بدفاير كده بطريقة معينة. الدقنة لازم تكون آآ كزا يعني يعني ليهم الزي معين شكل معين شعر معين كل حاجة بيورسوها اجيال وراء اجيال. واستر طبعا كانت بتتعلم الموسيقى آآ خلصة من وراهم طبعا يعني لأ احرام ومش عارف ايه. فكانت بتتعلم وهدفها بقى انها تروح المانيا وتمارس هويتها. وبتشوف طبعا الصدمة اللي بتحصلها لما بتروح المانيا بتشوفها المجموعة المتحررة مجموعة طبعا جنسيات مختلفة بقى آآ يمني على نجيري على كزا كلهم عايشين في تحت المظلة الالمانية. شافت الحرية بشكل كبير بينزلوا البحر براحتهم بيروحوا حفلات كل الكلام ده كل شيء كان ممنوع عليها. تمثيل الموسيلة كان آآ جيد جدا ان هي بطلة العمل ويعني التمثيل بشكل عام كان في المتلسل كان ممتاز المتلسل بشكل عام يعني رب ان هو قصير اربع حلقات بس ولكن هندي له تمانية من عشر. يمكن الزوج اللي شفناه زوج استر اللي هي بقى هربت منه والكلام ده يمكن هو الحس ان هو من جواه طيب ولكن حكماء العادات والتقاليد ومش قادر يكسر التابوهات دي. بينا بقى ريبو اللي هو بقى كان عامل نفسه متدين وكده تضح بقى ان هو ما بيخرج بره بيتحرر الفكر كامل وبيخرج من الاطارات الدينية كلها وبيلعب امار وبيروح بقى الكاميرهات وعارف كل الكلام ده ويرجع مجتمعه يمثل عليهم وبيعمل نفسه متزمد او متدين. حتى العلاقات الاسرية بتتأثر وشوفنا الجدة ومكالمة التريفون لما قفلت فوش استر يعني خلاص بقى انت ايه مغضوب عليكي فطالما الدين قال كده فخلاص بيأثر على العلاقات الاسرية. فهي رحلة هروب لعالم الموسيقى والغناء يعني بترمي ورا ظهرها ماضي صعب ماضي مالهاش فيه حرية الاختيار ولا آآ ليها رأي معين ولا تقدر تمارس هواية في مجتمع هسدك يهودي متشدد شوفنا كمان بعض الحاجات التاريخية او الصدام التاريخي اللي حاصل لما كانت قاعدة معا الدكتورة في المانيا وبتقول لها بقى لأ ده لازم يعني بتقول انت يحليكي حق الاجهاض شوفنا بقى الصدام في الحتة دي بتقول لأ لأ اجهاض ايه انا ده ده الاطفال نعمة وبعدين لازم نخلف كتير عشان انتم قتلتم مننا كتير او تقدر تقول موضوع يعني آآ محرقة اليهود والكلام ده فهي بدانهم متمسكين بالكلام ده وخصوصا ان هم المجموعة اللي هي الهسدك دي آآ بيعد تكوينها طبعا هي ظهرت من زمان وكل حاجة ولكن كان في مجموات منها اعيد تكوينها تاني بعد الحرب العالمية التانية وبعد آآ محارك وكده اللي ازحت منهم او قتلت منهم كتير وتفتح قلبها تاني للدنيا وللعلاقات والاصدقاء والكلام ده بعد ما كانت عبارة عن روبوت يعني بشكل انها تقيم حتى العواقات الزواجية بدون اي مشاعر بدون حب فراحت بقى للعالم المتحرر وشوف الدنيا بشكل متغير والام كمان طبعا شوفنا مساعدتها لها فهو المسلسل بشكل عام يعني مسلسل انا شايفه آآ جيد رغم ان هو قصير وكان ممكن يطول عن كده ولكن هو يعني هو لم الاحداث بشكل سريع وفي فيلم صغير بيعقب المسلسل هتلاقي حواري عشرين دقيقة او حاجة كانوا بيتكلموا في بعض الحاجات في اللغة اللي هي اليادش والكلام ده وازاي بقى ساعدهم في اللغة والتقاليد اليهودية وكل الكلام ده يعني عملية صناعة المسلسل بشكل عام ويا ربي المسلسل يكون عجبكم واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة القادمة ومع السلام. اشتركوا في القناة